هل ربما يشارك قادة أوروبيون آخرون ماكرون نفس النظرية حول الحكمة الذاتية الاستراتيجية لأوروبا التي من المفترض أن تقودها فرنسا لتصبح قوة عظمى ثالثة هل تتفق مع هذه الرؤية وأيضا كيف تقرأ توقيت ودلالة التصريحات وزيارات الأخيرة لماكرون شكرا جزيلا على الاستضافة في نقطة غاية في الأهمية لا بد من الإشارة إليها أن أوروبا بحاجة إلى جهد كبير وبحاجة إلى مشوار طويل ذو أبعاد تكتيكية واستراتيجية مختلفة إذا ما أرادت حقيقة أن تكون قطب في هذا العالم أولا الاتحاد الأوروبي في منظومته وشكله العام هو يبدو للآخر للطرف الآخر أي كانت من دول العالم الكبرى يبدو أنه متفق أو لديه سياسات إجمع واحدة ولكن حقيقة هناك خلافات بينية كبيرة جدا فرنسا لديها اعتبارات خاصة تحاول أن تقود الاتحاد الأوروبي بشكله بآخر ألمانيا لديها توجهات مستقلة كانت بارزة جدا في زيارة المستشار الألماني لبكين في نوفمبر الماضي والذي حاول فيها أن يخرج عن تبعية المنظومة الأوروبية بطبيعة الحالة في جانب آخر في تقديري يحكم تصريحات ماكرون خلال الفترة الأخيرة وهو أنه وليات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا اليوم لديهم تحالف أوكس وهو التحالف الذي يدير أبعاد استراتيجية عسكرية وسياسية في تقديره هو تحالف قومي أشبه بالتحالف الأنجلسكسوني هو ضد أفكار الاتحاد الأوروبي ضد تباينات وتقاطعات مصالح الفرانكفونية بشكل عام وهذا فرنسا تضررت منه خلال عامين الماضيين على مستويين على مستوى في سبتمبر أعتقد 21 وهو إلغاء استراليا صفقة الغواصات مع فرنسا وهذا طلعت تصريحات قوية من الجانب الفرنسي الذي اتهم فيه الأستراليين واتهم فيه الأمريكان صراحة أنهم يغردون ويسوقون لتحالف أنجلسكسوني العام الماضي أيضا له علاقة كان ببيع أسعار الغاز من قبل أمريكا لأوروبا ولفرنسا بأضعاف قيمته وبالتالي التصريحات اليوم التي يحاول فيها خلق استقلال أوروبي بطبيعة الحال ماكرون يحاول قدر يمكن أن يرد هو لا يأخذ زمام المبادرة هو يحاول أن يرد على حالة الاستقلال أو حالة الانفصال الحاصرة عفوا للمقطع أنت تعني أنه مجرد رد يعني هذه التصريحات لا تعني خطوات قادة ربما الوقت المقبل على أرض الواقع هي مجرد تصريحات للرد هو يحاول أن تكون زيارة لفرنسا لزيارة البكين عندما تناولت الحاديث الخاصة يعني عندما حاول أن يوصل للرئيس الصيني لبكين أن أوروبا بصدد الاستقلال الاستراتيجي لقرارها الرئيس الصيني صر حقيقة أن الصين ستكون داعم لاستقلال القرار الأوروبي الذي يخرج من عبائة التبعية الأمريكية وبالتالي الصين لديها رغبة هذا هو التصريح الذي طلعت به بكين والرئيس الصيني في لقاءه مع ماكرون الصين ستدعم وجود قطب جديد في حال تعدت الأقطاب في العالم زيارة هولندا بطبيعة الحال هو محاولة لخلق شراكات وتحالفات استراتيجية على المستوى الأوروبي وتقريب وجهات النظر خصوصا أن علاقة هولندا في العموم ليست جيدة مع الصين وهو يريد أن يرتب مساق لا تدفع فيه أوروبا فاتورة أي خلافات شائكة إن كان في تايوان أو إن كان حتى في روسيا لا تدفع فاتورة أي خلافات شائكة ما بين واشنطن وبيكين ألا تدفعها أوروبا بطبيعة الحال وهو يعتقد أن باريس ستظل هي القائدة وهي التي تدير الشأن الأوروبي باعتبارات عسكرية باعتبارات سياسية باعتبارات اقتصادية تمام ستظل هي التي تدير هذا الشأن وهو بحاجة إلى خلق حالة من التحالف الحقيقي داخل المستوى الأوروبي خصوصا أن العلاقات الهولندية الفلانسية كانت لفترات سابقة اليوم هي جيدة ولكن كانت لفترات سابقة تختلف في كثير من السياسات الاقتصادية والعسكرية داخل الاتحاد الأوروبي